موسيقى اهلا بكم ما زلنا نعيش دراما تداعيات جريمة اغتيال الصحفي السعودي الراحل جمال خجق في قنصلية بلاده باسطنبول عام 2018 والتي اثيرت مجددا الاسبوع الماضي بعد قرار ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن رفع السرية عن تقرير المخابرات الامريكية بشأن القضية قبل ستة اشهر من الان وفي الذكرى الثانية لمقتل الصحفي جمال خجق وبالتحديد يوم الجمعة الثاني من اكتوبر الماضي كنا قد اجرينا مقابلة خاصة في هذا الاستوديو مع خطيبته السيدة خديجة جنكيز وهي اخر شخص كان بصحبته قبل دخوله الى مقر القنصلية وقد ازاحت الستارة حينها عن عديد من الاسرار والكواليس المتعلقة بالقضية واكدت خلال المقابلة ان تطورا مهما في الموقف الامريكي سيحدث سواء فاز ترامب بالانتخابات او لم يفز اعتقد ان موقف امريكا سوف يتغير سواء فاز ترامب بالانتخابات ام لا ماذا بعد صدور التقرير الامريكي والذي حمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسئولية عن مقتل جمال بالموافقة على عملية اعتقاله او قتله خديجة جنكيز اختصت قناة ارتي عربي بحوارها الاول للقنوات العربية بعد صدور التقرير قبل ان يغيب خلف جدران قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من اكتوبر عام الفين وثمانية عشر كانت اخر كلمة قالها جمال خاشقجي لخطيبته خديجة جنكيز لن تنتظري طويلا لكن خديجة انتظرت خطيبها طويلا قبل ان تتكشف الاحداث عن عملية اغتيال فاضحة جرت في الداخل وتسلسلت تداعياتها بعد ذلك بشكل ندرامي لتصبح خديجة في قلب الحدث وتتصدر مسئولية البحث عن القاتل لكن العدالة لا تزال بعيدة المنال اذا ما قرن مستوى الجريمة بردود الفعل الرسمية الدولية عليها التي كانت دون المطلوب رغم ان تقرير الاستخبارات الامريكية استبعد تنفيذ مسؤولين سعوديين عملية كهذه دون ضوء اخضر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خطيبة خاشقجي رحبت في تصريح صحفي بالتقرير وتأكيده الحقيقة لكنها استدركت بان الحقيقة لن تكون ذات معنى ان لم تتحقق العدالة ضد المدان وصرحت بان الوقت قد حان لمعاقبة ولي العهد السعودي لقتله انسانا بريئا بهذه الطريقة البشعة تقرير الاستخبارات الامريكية لم يكن الفريدة في القضية فقد سبقه تقرير مقاررة الامم المتحدة المعنية بحالات الاعدام خارج القضاء انيس كالمار الذي اشار بشكل واضح الى ان مقتل خاشقجي جرى باشراف مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى بمن فيهم ولي العهد السعودي وتأييدهم وتخطيطهم وان قتله كان متعمدا تكثر التقارير حول المسألة لكن التحرك الحقيقي نحو معاقبة المذنب لا يزال غائبا ذلك بالضبط ما تسعى اليه خديجة جنكيز التي تقول انها تحمل على عتيقها مسؤولية تحقيق العدالة لقضية الرجل الذي اصبح خطيبها قبل اغتياله باسبوعين ألنا بك سيدة خديجة جنكيز في اول حضور لك لا سيما بعد صدور التقرير الاستخباراتي الامريكي بشأن مقتل الراحل الصحفي جمال خاشقجي الله يحييك شكرا جزيلا على اتصافتي طهية لك وليقناة تي ارتي وعائزة المشاهدين دعينا في البداية سيدة خديجة نستهل الحديث معك فيما يتعلق بعد صدور هذا التقرير كانت لديك تصريحات على بعض وسائل الاعلام كنت غير راضية بل كنت حتى محبطة بالتالي ما هي الاسباب ولماذا كنت محبطة وماذا كانت ترغب سيدة خديجة في نتائج هذا التقرير عندما قرأت في الاخبار ما شعرت به هو حزن شديد صراحة فعلا كل الدنيا وكأنها أصبحت هناك حياة مشؤومة حزن شديد وإحباط شديد نحن نعلم جميعا الحقيقة ولكن مرة أخرى تم اخراج هذه الحقيقة بقناة أخرى أو بطريقة أخرى قراءة هذه المعلومات مرة أخرى وبعد هذه السنوات بعد كل هذه الفترة طويلة لا يقوم الطرف القاتل بالاعتراف هذه الفترة فعلا كانت متعبة جدا وخصوصا من الناحية النفسية تركت أثارها الكبيرة عليه لذلك فإن صدور هذا التقرير أدى إلى شعور كبير بالحزن وأيضا الإحباط وأيضا هناك موضوع مهم بأن الإنسان عادة لا يريد أن يرى أو لا يريد أن يعرف البعد الإنساني لهذه الأمور نحن أناس وبالنهاية بعض الأمور تؤثر فينا بشكل كبير جدا إذا نظرنا الموضوع بعيدا عن الأخبار فإن هذا التقرير صدوره هو إعادة كأن الموت حصل من جديد مرة أخرى أو يؤكد أنه قتل مرة أخرى طبعا لأننا لم نرى جمال خاشقجي بعد أن توفي لذلك كأن هناك عدم قبول بحقيقة موته لذلك فإن صدور هذا التقرير مرة أخرى يؤكد لم نستطيع أن نقوم به بجنازة ولم نستطيع أن نرى بعد موته لذلك فإن كلما صدور تقرير رسمي أو صدور تقرير من مصدر رسمي فإنه يؤكد موضوع مقتله وهذا يؤدي إلى حزن شديد مرة أخرى ما هي الجزئية تحديدنا في هذا التقرير سيدة خديجة التي أقلقتك على وجه الخصوص فيما يتعلق بقضية خاشقجي لا يوجد هناك نقطة معينة ولكن هو حزن بشكل عام من التقرير لا أستطيع أن أقول أن هناك تفصيل معين جعلني أشعر بالحزن ولكن كنا نعلم في التقرير الذي صدر قبل هذا التقرير الذي صدر الآن هو يؤيد المعلومات التي صدرت ونحن الآن مرة أخرى أن أواجه هذه الحقائق مرة أخرى مرة أخرى وأواجه حقيقة بأنه قتل وأن هناك الآن جهة استخبارية مثل أمريكا الآن تقوم بتجديد هذه القصة مرة أخرى عمامنا وتجديدها مرة أخرى ونحن أصبحنا الآن في دائرة لا نخرج منها من الأنحسن هناك جهات دولية خارجية وحتى إعلامية خارجية انتقدت هذا التقرير هل من انتقاد لدى السيدة خديجة جنكيز في هذا التقرير وماذا كانت ترغب في نتائج ومآلات هذا التقرير فيما يتعلق بالتقرير صدورها كان مهم جدا وهذه خطوة مهمة جدا في الحقيقة إن مقتل جمال خاشقجي حتى منذ مقتله وحتى الآن إذا نظرنا للتطورات نرجج أن هذه خطوة مهمة جدا لأنه لتحقيق العدالة يجب علينا أن نرفع أصواتنا بشكل أكبر ونحن الآن في الحقيقة أيدنا الحقيقة مرة أخرى ماذا يجب أن يحصل الآن؟ ما أرغبه الآن أو المفروض أن يحصل الآن هو أن تحدث العدالة أن يتم تحقيق العدالة وأن يتم القبض على القتل وأن يتم محاسبتهم وأن يتم اتخاذ خطوات ملموسة في هذا المجال ولكن التقرير في الحقيقة هو يجب أن يصدر عنه خطوات بعد أخرى هناك بعض التصريحات قالت بأن الجهة التي قامت بقتله لن تتحمل المسؤولية لذلك فإن هذا التقرير مرة أخرى أعطانا أمل لكن أيضا إحباط مرة أخرى لأنه نحن نعلم من قتل ولكن لماذا لا نقوم بأي شيء تجاه هذه الجهة؟ هناك الآن الوضع متناقض هذا امتحان للجميع اختبار للجميع في الحقيقة الواشنطن بوست الصحيفة الأمريكية والتي كان يعمل بها الصحفي الراحل جمال خاجرجي صحفيا بها كانت لها مواقف داعمة لا سيما من مالكي النشر السيد جيف بيسوز وكذلك هناك نشرين على سبيل المثال السيد فريد ريانو الذي نشر وطالب بوجوب محاسبة الضالعين الأساسيين وراء هذه الجريمة هل تواصل معك أحد من الواشنطن بوست بعد صدور هذا التقرير وما الذي سيؤسسه لك كمضي في هذه القضية نعم واشنطن بوست كما تعلمون فإن جمال كان يكتب فيها لذلك من اليوم الأول للحادثة منذ أن كنا في أمام السفارة كانت واشنطن بوست الصحفي التابع له كانوا يتابع الموضوع عن قرب وأيضا خطوة بخطوة كانوا يتابعون كل التطورات معي بالتنصيق معي شخصيا وكانت هي الصحيفة التي كانت سواء فريد راين أو فريد هايت هذه الأسماء كانوا دائما على تواصل شخصي معي وبعد ذلك تطورات التي حدثت أنا كنت أيضا سمحة لكتابة في هذه الجريدة لذلك استدعوني ودعوني إلى أمريكا وقمت بزيارتهم وأيضا استضافوني في مركز الجريدة وأيضا كان لدينا اجتماعات مع الكادر العامل هناك وأيضا تحدثنا بتفاصيل الحادثة خلال هذه السنوات الثلاثة ونصف كنت دائما على تواصل مباشر معهم وطبعا بعد صدور هذا التقرير توصلت مع استاذ راين وأيضا فيما يتعلق بالمقالة التي كتبها قمت بتبركته وأيضا تحدثنا عن هذه المرحلة وعن دوري أنا وهمية دوري وأيضا أنا كنت أتحدث معه منذ قبل ولكن ما زلنا هل من تفاصيل أوفى حول الحديث الذي ذر بينك وبين السيد راين بعد صدور هذا التقرير ما هي الكلمات التي صدرت منها في الأكثر هذه المسألة التوجه الذي أخذت هذه المسألة وأيضا معظمها عبارات عن الفرح بالنتائج التي حصلنا حتى الآن وأيضا التفاؤل والدعم النفسي بأننا نستمر في البحث على الصعيد الرسمي كان الكونغرس داعم لبايدن في هذه القضية وصرحت نانسي بلوسي بأنها ستقف داعمة فيما يتعلق بهذه القضية للرئيس جو بايدن بالتالي ما الذي يمكن أن يترجم ويطفو على السطح بعد صدور هذا التقرير لاستقباراتي من قبل الكونغرس الأمريكي قبل هذا كما تعلم تذكرون تكلمنا في هذا الموضوع وأيضا فيما يتعلق بأمريكا كانت فعلا داعمة عدا عن ترامب طبعا كانت داعمة جدا لموضوع مقتل جمال خاشغشي وكانت تقدمت كل الدعم وأيضا وبالوسي تعلمون بأن نزرتها في مكتبها وأيضا كان هناك الكثير من أعضاء الكونغرس الذين قدموا الدعم الكبير لي وخلال هذه الفترة خصوصا بعد نشر هذا التقرير قبل نشر التقرير بفترة قليلة كان هناك رون وايدن دعني أستوقف منك في هذه الجزئية خلال زيارتك لبيلوسي في مكتبها ما الحديث الذي دار بينكما وماذا وعدت في ما يتعلق بهذه القضية قالت أكدت بأنها لن تترك هذا الموضوع وأنها ستتابع البحث وأنها ستدعم قضيته في مقتل وأنها تريد أن تكون فريق وأن تدعم في العمل لكشف عن حقيقة أحداث مقتله وكانت هي فعلا كانت داعمة نفسيا لي بشكل كبير وأظهرت كل المساعدة التي يمكن أن تعطينيها ومهما حدث فإنها قد عرضت عليه صداقتها وأنني أستطيع التواصل معها في أي وقت كما قلت بأننا كنساء ربما تحدثنا أو كان هناك صلة إنسانية بيننا وليست صلة سياسية أعد عن ذلك هناك أيضا أعضاء آخرين من الكونغرس فعلا قاموا باستضافته بشكل دافئ جدا وفي الزماح أيضا لي بالكتابة في الجريدة وأيضا التواصل مع شبكة كبيرة من الصحفيين عندما ذهبت إلى أمريكا رأيت هذا الدعم وأيضا خصوصا أعضاء الكونغرس أصبحوا على لقى شخصية معي على تواصل شخصي معي ويتابعون كل الأحداث هل سيدة خديجة يعني أعضاء الكونغرس بشقيه الجمهوري والديمقراطي هم من كانوا داعمين لك ومتعاطفين في هذه القضية أم الشق فقط الديمقراطي لا بالأخص الديمقراطيين كانوا معي ولكن أيضا من كل الطرفين صراحة كان هناك داعمين لي لا أستطيع أن أقول طرف أكثر من طفر خصوصا في أمريكا في هذه المسائل في هذه المسائلة يوجد هناك اتفاق بين الأطراف مثلا فيما يتعلق بجمال خاشقجي هناك قانون صدر باسمه وهذا اكتم بمشاركة أعضاء من الحزبين لذلك فإن هذا الموضوع فيه دعم من الطرفين على صعيد غير الرسمي وأعني هنا الإنساني وكذلك الحقوقي ما هي الجهات التي تواصلت معك بالتحديد من داخل الولايات المتحدة الأمريكية لا سيما بعد صدور التقرير بعد صدور التقرير الجميع تقريبا سواء في السياسة أصدر موقفه وأيضا جهات عديدة أرسلت لي أيضا جهات رسمية أرسلت لي تبركاتها وأيضا الواشنطن بوست البيروقراطين الذين تعرفت عليهم وأيضا السياسيين هم يتواصلوا معي مرة أخرى وأيضا تم تأكيد دعم مرة أخرى لي وأيضا عربوا عن تفاؤلهم بعد صدور هذا التقرير وأنهم سيتابعون العمل على قضية جمال خاشق جيلي ذلك كنا على ارتباط دائما سواء في أمريكا أو المسؤولين في أمريكا هذا في داخل الولايات المتحدة الأمريكية دعينا أن نخرج من الولايات سوى ردود الفعل الدولية بريطانيا انتقدت التقرير كندا انتقدت التقرير وكذلك على الصعيد الأممي أن يسكل مرقلة يجب محاسبة الضالعين الأساسيين في هذه القضية وألمحت إلى ولي العهد بأن يطاله من عقوبات هذه الردود الفعل هل من تواصل معك فيما يتعلق بهذا الشأن أو ما الذي تراها خديجة جانكيز سيؤسس في مطالبتها لاحقا بشأن قضية خججية أكثر من كوني زوجة أو رفيقة كنت أحضر نفسي للزواج من جمال ليس فقط هذه العلاقة بيننا نحن نبحث عن حقيقة مقتل شخص تم بشكل وحشي لذلك نحن هناك بعد إنسان عميق لهذه المسألة هذه ليست مسألة شخصية خاصة لم نكن مستعدة لهذا الموضوع هي مرحلة طويلة ولم تتخذ خطط معينة كان علي أن أقوم بخطوات معينة قمت بها وليس عبارة عن تخطيط معين فيما يتعلق بالدعوة سواء فيما يتعلق بالجانب الحقوقي أو السياسي أو أيضا فيما يتعلق بالشأن الإعلامي كل هذه الأمور دخلت فيها وأتخذ خطوات فيها وأيضا سأستمر بهذا الموضوع منذ أن بدأت الأحداث لا يجب أن يبقى هذا الموضوع مبهوم لا يجب على العالم أن ينسى هذه الجريمة هذه حادثة فضيعة يجب أن يتحمل المسؤولين عقوباتها لذلك ولو تركنا الموضوع دون أن يحاسب المسؤولين سوف يعطي هذا جسارة وشجاعة للمسؤولين بأن يقوموا بأعمال فضيعة أخرى لذلك هم ليسوا فقط 16 أو 10 أشخاص الذين قاموا بالجريمة هناك جهة كبيرة وراءهم دعمت لو لم نحاسبهم سيكون الوضع غريب جدا موضوع غريب لا نعرف ماذا هو نتائجه سيكون نظام غريب لذلك ذكرت سيدة خديجة في مقابلات سابقة مع تي أرتي عربي ومع قنوات أخرى بأنك ستواصلين النضال حتى تتكشف الحقائق وصولا إلى تحقيق العدالة في مقتل الراحل جمال خاجقيم بعد صدور هذا التقرير من قبل الاستخبارات الأمريكية كيف كان انعكاسه هل ستواصلين أكثر فأكثر بروح عالية أم ثمت هناك مخاوف تساور خديجة جانكيس فيما يتعلق بذلك في هذا الموضوع كما قلت قبل قليل أنا الآن في حالة مجادلة وفي حالة حرب ويجب أن كان الوضع مفاجئ لم أخطت لهذا الموضوع لذلك أنا أسأل أسئلة إنسانية وأخلاقية وعندما أسأل هذه الأسئلة أقوم باتخاذ خطوات تجاهها هناك نحن نبحث عن حق رجل تم قتله بشكل فضيع لذلك هناك بعض الحقائق أصبحت تطفو للوجه ويراها الجميع العالم كله أرى لا يستطيع أن يلتفت للوراء ولا ينظر لهذه الحقائق أصبحت هناك بعض الأمور التي يمكن أن نتكلم فيها على المنصات الدولية هذا هذا الموضوع ليس موضوع شخصي بالنسبة لي يجب أن يكون هو موضوع يمثل جميع يجب أن نبحث سواء في السياسة أو الإعلام يجب الجميع أن يفكر ماذا يستطيع أن نفعل في هذا الموضوع لذلك هذه ليست حرب خاصة في أنا بل هي أصبحت تخص الجميع لديها بعد حقوقي في متابعة القضية وأيضا هذه مجادلة على المنصة السياسية في حالة مجادلة ذكرتي وفي حالة حرب هل لديك بالتالي سيدة خديجة مخاوف تحيط بك من عرقلات هذه القضية من باب المساومات وانت تعلمي حجم السعودية العربية وما لديها من مصالح في الغرب كل حياتنا جميعا هي مهمة وجمال لا يختلف عن غيره لذلك هذه قضية إنسانية ما أريد أن أقول هنا بأننا جميعا يجب أن نقف صفا واحدا ضد هذه الجريمة يجب أن لا نشعر بأننا في تحدي أو أننا في خطر يجب أن نشعر بالأمان لا يجب أن نشعر بأن هناك دائما جهة تشكل خطر علينا طالما بقيت الجريمة دون حل فإن هذا التهديد سيبقى علينا جميعا لذلك بأننا سؤالكم هذا السؤال هل أنتم تشعرون بالتهديد فهذا يدفعني إلى التوتر صراحة ولكن نحن ما أريده فعلا أن أشعر بالارتياح وأنا أتكلم عن هذا الموضوع أنا أعتذر لا أريد أن أسبب لك أي قلق أو أي إحراج أو أي توتر ولكن من باب التوضيح أكثر وفي هذا الصدر سيدة خديجة مراسلون بلا حدود رفعوا قضية أمام القضاء والمحاكم الألمانية يتهمون فيها صراحة ولي العهد السعودي بمقتل الراحل الصحفي جمال خجزي كيف تشعر وما الذي سيؤسسه كداعم لدى خديجة جونكيز مثل هكذا تحركات هذه النتيجة خصوصا الآن لا يوجد هناك نتيجة في يدينا فيما يتعلق بالفاعلين هذه التنظيمات الدولية طبعا سوف تقوم بمتابعة الموضوع قانونيا لأنها تم فتح الآن الباب لهذا الموضوع لم يتم العثور على القاتل لذلك هذه محامي بلا حدود تواصلوا معي وطلبوا دعمي وأنا طبعا دعمتهم في هذا الموضوع هذه مؤسسة منظمة إنسانية وهم أيضا ليسوا فقط صحفيين هو ليس صحفي فقط هو إنسان لذلك هم تناولوا الموضوع من هذه الناحية وأيضا فيما يتعلق بباقي الصحفيين الذين هم مسجونين أيضا هناك هذه المنظمة تعمل أيضا من أجلهم وليس فقط من أجل جمال على الصعيد الإعلامي دعينا نتطرق قليلا فيما يتعلق بالأداء الإعلامي والذي تناول قضية الراحل جمال خجري كيف رأت سيدة خديجة جنكيزة هذا التعاطي وهذه التغطيات من قبل الإعلام سواء كان في داخل تركيا أو على صعيد الإعلام الدولي هذه التجربة لم أعشها في حياتي أبدا هذا موضوع مفاجئ وكل الدنيا توحدت تقريبا لمتابعة هذا الموضوع سواء في صباح أو المساء البرامج الإخبارية الجرائد الراديو وأيضا برامج النقاش الخاصة السياسية تم تناول هذا الموضوع لا يوجد هناك قناة أو مذيع لم يتحدث عن هذا الموضوع خلال هذه السنوات الثلاثة ونصف في الحقيقة هذه له بعد أيضا بكونه جمال خاشقجي لأنه كان على تواصل مع الجميع كان له علاقات عامة وأيضا كونه شخص محبوب جدا وأيضا من طرف آخر الذين لم يعرفوا جمال عن قرب تابعوا هذا الموضوع من موضع إنساني لذلك الجميع تأثر من هذه المسألة حتى الذين لا يعرفونه بشكل شخصي وقفوا معه سواء في تركيا تركيا طبعا كدولة بذلت الكثير من الفعاليات وأيضا الجهود بتعبت هذا الموضوع وأيضا الصحفين هنا أقول لو كان جمالي عيش ويرى ما يرى هذا الدعم الذي يعطيه الجميع في الإعلام كنت أتمنى لو كان يعيش ويرى هذا الدعم الكبير الذي حصل عليه ولكن للأسف نحن نعيش تجربة لم نشعر سؤال الأخير سيدة خديجة جانكيز ما الذي تود الآن أن توجهه للعالم للدول المعنية في هذه القضية للمنظمات الحقوقية الإنسانية كرسالة أخلاقية تود خديجة جانكيز أن توجهها فيما يتعلق بقضية الراحل الصحفي جمال خججي أنا كل الذين لهم سلطة وأيضا مراكز إصدار القرار وأيضا المنظمات أريد أن أرسلهم هذه الرسالة هذه جريمة لا يمكن إنكارها بعد الآن نحن الآن لدينا معلومات وحقائق لا يجب إنكارها ولا يمكن إنكارها لذلك على الجميع أن يستخدم طاقته وكل قوته من أجل هذه المجادلة نحن الآن سيسجل التاريخ هذه الأحداث والتاريخ سيكتب ما يحصل والتاريخ سيذكر من كان معه ومن كان ضد لذلك الجميع يريد أن يكون جزء من هذا التاريخ يجب أن يأخذ موقف إنساني وأخلاقي وأن يقوم بالشأن الصحيح يجب على المسؤولين أن يدفعوا الجزاء ويجب على الجميع أن يجتهد في هذا الموضوع في ختاب هذا اللقاء من برنامج على موعد السيدة خديجة جانكيز أشكر لك هذا الحضور والتي خصيت به قناة تيرتي عربي كأول قناة ناطقة باللغة العربية بعد صدور التقرير الأمريكي شكرا جزيلا لك النظراء الكرام لكم الشكر أيضا موصول وأشكركم على حسن المتابعة ألقاكم في حقاتي الأخرى تحية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة